سيطرة قوات النظام على بعض المناطق في رفحما وإذلب بدعم الروسي لا يعتبر خرقا لاتفاق سوتي وأستانة بهذا التصريح استبقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القمة المرتقبة بين فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في موسكو والمخصصة لمناقشة التصعيد في المنطقة تصريحات لافروف تتقاطع مع تصريحات سابقة للرئيس الروسي خلال لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في التاسع عشر من هذا الشهر يومها قال إن تسعين في المئة من إذلب تحت سيطرة من أسماهم بالإرهابيين وبأن موسكو تدعم قوات النظام في هجومها الأخير يبقى مصير النقطة التركية في موريك موضع تساؤل وكالة يونيوز الإخبارية المقربة من ميليشيا حزب الله اللبناني نشرت صورا عن انتشار قوات مسلحة روسية في محيط نقطة المراقبة التركية في موريك وذلك بعد أيام على سيطرة قوات النظام على هذه المنطقة وزير الدفاع التركي خلصي أكار كان حذر من أي هجوم يطال النقاط والقوات التركية في إذلب مهددا باستخدام قواته حقهم في الدفاع عن النفس صحيفة أوبزيرفر حذرت في حال استمرار التصعيد من موجة لجوء واسع نحو أوروبا على غرار موجة عام 2015 الصحيفة البريطانية استنكرت تصرفات الدول الغربية وموقفها الذي وصفته بالمخجل من سوريا وذلك في معرض تحذيرها من الكارثة الإنسانية التي تتكشف في منطقة إذلب ترجمة نانسي قنقر